المسألة الرابعة إخواني في الله فيما يتعلق بالصيام في المطر وهي اغتنام الصوم هذه الأيام إخواني في الله من لا يصوم فلا أدري متى سيصوم إلا إذا كان مريضا فالمريض معذور إذا لم يصوم في هذه الأيام فمتى يصوم فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة يعني أكثر الموجودين باتوقع اليوم كان صائم والحمد لله والحمد لله ربنا وفقنا وصمنا هذا اليوم بحكي عن نفسي شعرنا بأشي ما لحقنا صلينا الفجر وشوية شغلات وأغراض وجبنا هون وروحنا ما اللي حاضلتناش نروح أكمل مشوار وأكمل شغلان نتكسب دنيويا وأصر إيشي وقال لهو المغرب بده أذن والحمد لله إنه إحنا محضر الدرس في الليل ولا كان فيش وقت ايضا ايش احضر الدرس كان ما في وقت شماله احضر الدرس شو السبب انه النهار قصير جدا فكيف انت ما تغتنمو وتصوم هاي الايام امت لعد بداخل تصوم والصيام كيف ما قلبته قلبته فهو باذن الله تعالى فيه اجر وثواب وفيه صحة لجسدك صحة لجسدك فاذا نحن في الشتاء لا ينبغي لواحد مننا ان يغفل عن صيام يوم في الاسبوع وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال عنه لا يفطر ويفطر حتى يقال عنه لا يصوم ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين ثم الخميس ثم الخميس على الاقل ثلاثة ايام وبالتالي من كان عنده طاقة فليصوم الاثنين هو الخميس والله يا جماعة منضحك حالنا منحكي طاقة ما بدها طاقة وانما هي غفلة ما بتلحق ما بتلحق تصحى من النوم وتطلع على شغلك وترجع الا المغرب شماله بده يؤذن حتى لو كنت طالب علم انت قاعد بتكتب ما بتلحق تكتب لك مسألتين وتحضر لك درسين وتروحون هناك الا النهار خالص فاذا اخواني في الله تنبهوا واحرسوا